أصدرت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بياناً في ختام اجتماعاتها التي تواصلت على مدار ستة أيام حيث أوصى أعضاء اللجنة الخاصة بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة وأكد البيان وجود تنسيق متبادل بين أعضاء الحكومة الجديدة في جميع الملفات مؤكداً أن وزير الخارجية استعرض السياسة الخارجية القائمة على حماية الأمن القومي والقضاء على جميع التحديات داخلياً وخارجياً والتواجد في جميع المحافل الدولية مشيراً إلى أن وزير الخارجية أعرب عن وجود خطة لدى الوزارة لتلافي جميع المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج كما أكد البيان أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعدت خطة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتحول الدعم من دعم عيني إلى نقدي وأن الوزارة بنت خطة ممنهجة لتجديد الرقابة على الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار وأنه يتم العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية وإنشاء الأسواق الداخلية والمراكز اللوجستية كما أكد البيان على رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستعداد الوزارة لتقديم كل الدعم لقطاعات الدولة وأن استراتيجية بناء مصر الرقمية هي أول مستهدفات الوزارة من جانبه أعرب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب لكنها عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جدة وقدمت نموذجا ديمقراطيا يليق بمكانة مجلس النواب اشتركوا في القناة